هاي يا جماعة في فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي تحقق احلامك اولا لازم تبقي عارفة احلمك اللي انت عايزة تحقق اي ده مجال واحد ولا مجالين ولا تلاتة ولا كم يعني هو حلم ولا احلام انا بالنسبة لي عندي احلام كتيرة جدا في كل المجالات الناس اللي عندها حلم برضو هنتكلم عن عنها في حلقة النهاردة فسواء حلم او احلام يلا بينا نشوف حلقة النهاردة ازاي نحقق احلامك ومما ان ان احنا داخلين على سنة جديدة فاكيد كل واحدة فينا حطة بقى احلام واخلاف ان انا لا خلاص السنة دي عدت مني ضاعت مني لانا هبتدي بقى بنشاط وحماس السنة الجاية كل واحدة تجيب الكشكور وتعود تكتب بتاع حد السنة جاية انا جاية اقول لكم النهاردة الاحلام مش لازم تستنى عشان تبدأي تشتغل لها حلمك لازم تبدأي بمن اول لحظة ابتديتي تفكري في يعني لو عايزة تكوني حاجة بجد لازم تبدأي من دلوقتي فانا مقسمى لكم الاحلام كده بالنسبة لي على اربعة اربعة فئات انا عندي اول فئة فئة الجميل اللي انا عايزة خلاص انا عديت سنة تلاتين عايزة كل لسه مهتمية بنفسي لسه محافظة على بشتي محافظة على شعري محافظة على شكل خارجي مظهري عندي تاني ان انا عايزة اكون انسانة نجحة عايزة يكون عندي البزنس الخاص بتاعي عايزة اكون انا بحب اسفر كتير بس مش هقدر ابقى موجودة في مكان واحد فعايزة سافر وانا بسافر اشتغل عايزة يكون معي فلوز عايزة اكسب عشان سافر وتفسح واروح اماكن اكتر عايزة اوصل للشكل بادي فيجر معين عشان اعمل مودلنج على سبيل الميزال فده هدف فاحلامك لازم تصنفيها وتحطيها في فئاب فانتي لو عندك حلمين تلاتة اربعة لازم تكوني مصنفوه خلاص صنفت احلامي وعرفت ان انا عندي واحد او اتنين او تلاتة هدف اول حاجة لازم اكتبها على ورقة لازم يكون عندي ورقة كده كبيرة عندي فيجر بورد لو عندك صبورة بيضة كبيرة كده وتحط عليها الاهداف بتاعتك الاحلام بتاعتي بحيث ان انت اول ما تسحي من نون كل يوم تشوفيها كده اول ما تسحي تلاقيها قدامي انا دايما بشجع اي بنت ان يكون عندها فيجر بورد بالحاجة اللي عايزة توصل لها يعني على سبيل المثال انا عايزة خص مسلا اه عشرة كيلو فاحط صورة لجسم حد بالوزن او الشكل المثالي من وجهة نظر يعني على سبيل المثال انا المودل الفنانية انا بحب شكل جسمها حميش انا مسلا من اكتر الناس اللي بيجبني شكل جسمها عبير الشطية فبجيب جسم المودل دي بجيب صورتها وحط مسلا وشي على الصورة تمام فدايما عقلك يشوف الصورة اه انا عايزة اوصل للهدف ده فمخك بيأهلك نفسيا لان المخ ده هو عارفين العروسة الماريونات وحد بيرقصها انت مخك ده هو اللي بيشغل جسمك هو اللي بيدي الامر لجسمك لما بطنك تبقى جعانة وعايزة تاكل وعقلك يقول لأ فبطنك تقول خلاص انا مش هيكر عشان العقل قال لها لأ فلازم تكوني حقا لنفسك في كل حاجة عايزة توصل لها عايزة فلوس تحط سورة الفلوس وتقولي انت عايزة معاك الكام لازم تكوني محددة هدفك بدقة يعني لازم تقولي اه في السنة فلاني هكون حققت كزا وكزا وكزا تمام وده مهم جدا لان بتحسي ان انت لأ لازم تجري وتسعين ما تبقاش عندك ايه اه لا السنة الجاية هبقى حقق لا انا هستنى على بداية السنة الجديدة حقق اللي انا عايزة اعمله اه لا لسه قدام لا احنا مش لسه قدامنا وقت احنا لازم يكون كل يوم بالنسبة لنا يوم مثالي يعني ايه يعني كل يوم اصحى يكون عندي هدف انا قبل ما نام يا جماعة تمام انا عايزة وليكو كده قبل ما نام بجيب بورقة وقلب بكتب بتاعك بكرة بس هالساعة كزا اه اه بعمل رياضة كزا ايه نوع الرياضة اللي انا هعملها اه بعود اشتغل بفتر الساعة كزا وهكزا وهوريكل الجدول بتاعي اه ازاي بالترتيب تمام بس احنا بنجيب يعني بصفة عامة دلوقتي طيب اهم حاجة برضو الناس اه بتحقيق الاحلام حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة الالتزام لما يكون عندك حلم لازم يكون لك خطة ولما يكون عندك خطة لازم يكون عندك لازم يكون عندك عامل مهمة جدا جدا عشان تحققي هدف كبير بالنسبالك ان الهدف الكبير ده لازم تقسميه لاجزاء صغيرة ممعنى ان انا كل يوم هاخد ساعة نص ساعة اخصصها لتحقيق الهدف الكبير بتاعي فنص ساعة كل يوم على مدار شهر على مدار شهرين تلاتة على حسب ما انت حطوا الخطة بتاعت ان الخطة دي مفوت تتحقق شهرين تلاتة اربعة ستة بس لازم تكون خطتك محددة لها وقت لها بداية وليها انتهاء صلاحية على سبيل المثال بدل ما اقول انا عايزة خص عشرين كيلو اقول لا انا عايزة كل يوم اخص مسلا مسلا خمسين جرام تمام فلازم الحلم الكبير بتاعي اقسمه الاجزاء صغيرة الهدف الكبير بحط له اه معاد معين في وقت معين في شهر معين ان الحلم ده اكون وصوت في شهر الفلاني اكون حققت الحلم ده لان ما استنيش لسنة يعني ما قننش الحلم التاعي ما وقفوش ما حددوش بسنة جديدة بعيد اضحى اه برمضان اه بكريسماس اه بواتيفر ايه انا ما بحددش حلمي او ما بقولش ان هو هيخلص في العيد الفلاني لان الاعياد كلها اكل ونسبات كلها اكل لا انا بكون حط هدفي تمام والهدف ده كل يوم كل يوم بشتغله بشكل صغير بتوصلنا للبيت جول بتاعنا الخطوات الصغيرة دي ليها سحر جبار يا جماعة سحر الخطوات الصغيرة بتوصلت للهدف انت عشان تطلع الجبل بتعود يتيمشي بشويش ما بحدش بيجري يعني بحدش بيطلع كمة الجبل جري بتاخديها ماشي واحدة واحدة بشويش لغاية ما توصل لكمة الجبل عشان تشوف المنظر الرائع من فوق فعامل مهم جدا لنجاح اي هدف بالنسبة لك لازم تلتزمي وعشان تلتزمي وما تحسيش بالملل لازم تعمليه كل يوم ده جزء الالتزام عشان ما تمليش تعمليه بالنسبة صغيرة يعني ما تقسيش على نفسهم ما تجيش على نفسهم تقولي اه انا هادس لغة جديدة فهزاكر كل يوم بخمس ساعات لا الكلام ده مش هيحصل الخمس ساعات دول اعملوا بخمس دقائق خمس دقائق دي انت ممكن تتعلمي كلمتين بدل ما تقولي لا انا هادس ذاكر خمس ساعات وما هيحصلش فما تذكرش خالص تقوليش ان انا عايزة خس خمسة وعشرين كيلو وانتي عندك عزومة محشي بكرة لا لازم تبقي محضرة نفسك عقليا العقل يا جماعة ليه قوة جبارة في سيطرة الجسم في شكل عام عايزة فلوس شغالي مخك هيجيلك فلوس عايزة عايزة تخيصش يشغل مخك عشان يدي اردارات لجسمك يحترم نفسه وبطنك تبطل تاكل او تطلب اكل فاحنا قلنا دلوقتي عشان يكون لو عندك هدف كبير لازم تقسميه لحتة صغيرة والحتة الصغيرة دي لازم تكون فيها التزام يعني كل يوم اخصص الوقت الفراني لتحقيق الهدف ده لتحقيق الحلم ده لو آآ عايزة خيص خلاص احط اكتب وجباتي اكتب انا مففوضة هسخة الصباح هيكل كزا وكزا وكزا والعشب بتاعي هيبقى كزا وكزا لو بعمل سيوم متقطع يبقى من الساعة كزا للساعة كزا اكتبوا كل الكلام ده على ورقة وقلم بجد ده بيقنع المخ والمخ بيدي اردارات لجسمك لكل اعضائك تمام فالفكرة ان انتي ما تستنيش لبداية السنة ما تستنيش للمجية العيد او مجية رمضان عشان مسلا اخص او عشان احقق حلم لا تبدأي من اول لحظة انتي فكرت فيها ابدأ من دلوقتي فاجيب ورقة وقلم واكتب اهدافي واكتب احلامي واصنفها وبعد التطنيف احط الهدف الكبير قدام عيني كده على بعد مسلا شهرين تلاتة وبعد كده الهدف الكبير ده اقسمه الاجزاء كل يوم اشتغل عليه شوية 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 لغاية ما يجي المعايد يكون حققت النتيجة النهائية بالنسبة لي كلمنا برضو الفيجن بورد مهمة جدا لازم يكون عندك فيجن بورد لو عندك اربع احلام لازم تقسميها اربع حطي الانت ايمج لكل هدف او حلم انتي عايزة ايه عايزة فلوس تحطي سورة فلوس وتقولي انت عايزة يكون معاك فلوس قد ايه عايزة خس تقولي عايزة خس كم كيلو عايزة يبقى شكلي كذا تقولي انا عايزة اعمل ضغافي عايزة اغاية لون شعري فلازم يبقى روتين ان انت تحافظي على جمالك بعد سن التلاتين ده حاجة مهمة جدا 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 لان انت تدفى عندك تلاتين واربعين وخمسين وستين انت مش عايزة تبقي عجوزة كركوبة اا شعرك مش 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 بتمشط اا كركوبة مش مش قادرة تيمشي لأ احنا ممكن نعيش لتلاتين والاربعين والخمسين والستين بالياكا وانوسة وتبقي ليه دي كده في نفسك وتبقي عظمة كده في نفسك فالحاجة دي انت عشان تبقي في منتهى اللياكا والجمال فوق سن التلاتين او الاربعين لازم تبقي من دلوقتي انا دايما بشجع اي حد اول ما تعدل تلاتين ده الارم ليك لازم تبقي تهتمل نفسك من دلوقتي لازم يكون عندك روتين صباحي وروتين مسائل العناية ببشرتك بشعرك بدوافرج حتى باكلك ده مهم جدا وتقسمي اهدافك زي ما انت مقسم اهدافك فئات لازم تقسميها بمدة يعني مثلا انا عايزة اخذت خمسة عشرين كيلو فلازم تبقي مع نفسك الخمسة عشرين كيلو دولار ممكن ياخده منك ست شهور او تمن شهور بتقولي بعد ست شهور انا هكون خسيت الخمسة عشرين كيلو وحط صورة نفسي بعد الخمسة عشرين كده اي صورة مودل عجباني احطها وحط صورتي راسي عليها عشان مخي طبعا يستجيب وابتدي كل يوم اقول انا عايزة كل يوم انقص خمسين جرام طيب عشان انقص خمسين جرام اعمل ايه? امشي كتير جدا اروح الشغل ماشي ارجع من الشغل ماشي اطلع السلم اتحرك في البيت كتير اه ما عدش مفيش فرجة عالت الفين لو عايزة تتفرجي على المسلسل اتفرجي بنتي قاعدة عن مشاية تمام او اه اسمعي مثلا بتسمعي ميوزيك كتير جدا بحطي الاربوز وروحي تمشي المشوار وتعالي اعملوا لا يقل عن عشر تلاف خطوة في اليوم انا معايا ساعتي لازم كل يوم اقل حاجة عشر تلاف خطوة في اليوم طبعا انا بفشخ الرقم ده بمراحل يعني لان انا بمشي كتير جدا انا عادة على في مكان جنب البحر بروح اصبح بتمشي لو عايزة اروح الشي حاجة بمشي احنا هنا عايشين بالسكوتر فبروح اتمشي بمشي مسافات كتير جدا بشيل الشوبنج بتاع البيت اكل البيت بشيله على ايدي وبروح باجي بتحرك بخلي كل حاجة مانوال مش الحاجة اللي هو اقوم اشتغل بالرمود لا انا اقوم اطفي واقعد الحركة بركة اتحركوا كتير يا جماعة فعايزة بريكوا كده مثال انا دايما يعني شنطتي دولت يعني دي شنطتي شنطة قماش كده اي ريوجة عشان لسه مخلصة كورس بتاع الاي ريوجة لما بروح اقعد على اي مكان او اي كافي لازم نقصد دول معي ايه دول دي كراسة اللي باكتب فيها الاهداف طويلة المدى او الحاجات اللي احنا بنكتبها بقى كل راسة لانا انا يعني انا احلام كتير شوية بتشتح السحاب والسماء فانا مش باكتب بس على بداية السنة انا كل شهرين تلاتة بضيف بضيف احلام للسنة فمسلا لما هيجي على بداية السنة الجديدة افتح الكشكول ده ابص على الاهداف بتاعت السنة اللي فاتت واشوف ايه اللي انا حققته والحمد لله بحقق وبحقق اكتر من اللي انا كتبين ليه زي ما قلتلكو عشان كل يوم عندي كشكول كده تلاتين ورقة تلاتين يوم وكل شهر بجيب كراسة بديدة من دي واعد اكتب آآ لست بتاعتي بجيب اكتب النهاردة يوم كزا آآ الساحية الساعة كزا واول مسح مففوض بعمل ايه وامتا آآ ببدأ اكل اكل بعمل صيام متقطع والوجبة بتاعتي مفوض تكون ايه تمام آآ خدت السوبر فوت بتاعتي الشيا اخدت الماتشا اخدت اللي هو اسمه ايه ربي اللي هو اسبريولينا فده مثال انا باقي الشرف كل حاجة بكتبها وبعمل زي بوكسات كده هنا اي حاجة بحققها بلون بلون هنا ان انا حققتها تمام ولو عندي يوم بكتبها وهنا بعمل جورناليج يعني كل يوم بكتب الحاجات اللي انا عايزة حققها واعد اشخبط او الون كده تشيك على الحاجات اللي انا حققتها وهنا زي بعمل جورناليج كده بكتب مشاعي حسيت بيه النهاردة طب ايه النهاردة اللي خلاني حس حسيت ان انا مش مبسوطة اكتب ايه الحاجات النهاردة اللي انا حسن خليتني سعيدة ان انا عندي الحاجات اكتبها الكتابة دي برضو صح يا جماعة زي ما قلت لكم ان ده صح يعني خطوة قوية ما تستحونوش فيها ان انت تكتبي مشاعرك واحاسيسك اه سواء مبسوطة او زعلانة ده علاج يعني ده علاج سربي بجد انا يعني زي اي برقادمة يعني بساعات بيجي لي ساعات بحس ان انا ايه ده انا حس انا مش هقدر احقق احلامي ساعات بحس ان انا لا انا انا خايفة بقعد اكتب الكلام ده وصدقوني لما بعد اكتب وقارن علم عني وقلم فرحني بحس كده اه خلص يعني انا راضية وده حاجة شعور طبيعي ان انا احس بيه فسحل الكتابة مهم جدا لازم تستخدمي التالنت او تستخدمي الخطوة دي فات بتحسوا ان انتوا عايزين متعبروا بس الكلمة الصح يعني بتكون مش جاية مش حاضرة في دماغي دلوقتي بس اعتقد ان انتوا فاهمتوا قصدي ايه فان انتوا تكتبوا اهدافكم انا مسلا اه بذاكر اسباني الايام دي بس ما عنديش وقت انا فعلا والله يا جماعة انا ما عنديش وقت كل يوم هتلاقوا هاو كتبالكو ايه لازم اذاكر اسباني كل يوم لازم اذاكر شوية ولو حتى عشر دقائق في عشر دقائق هيتجابه الناس اللي بتقعد تقول اصلا ما عنديش وقت اصلا تالت سر انا عايز اقول لكو عليه اه اه السحر الخمس دقائق مسلا مش عارفة انا نقول عليه ايه اه قوت او سحر او قوت الخمس دقائق يعني بسلا لو انت في حاجة عايزة تعمليها بس حاس ان انت ما عنديش وقت خياليها قولي خلاص انا هعمل حاجة دي بس في خمس دقائق اه عايزة اتعلم لغة جديدة خلاص هالدي اللغة دي ما عنديش وقت انا مشغولة عندي ايال عندي شغل عندي تنظيف بيت عندي طبيق خمس دقائق قبل ما تنامي كده خدي خمس دقائق ادي للحاجة دي خمس دقائق خمس دقائق دول هيجمعوا اخر الاسبوع يبقوا كامل هيبقوا مسلا ساعة على مدى هيكوني هيكوني فهتحس بالانجاز ان ايه ايه ده انا بدأت شوية مسلا على سبيل المسال بدأت افهم اسبعين وبدأت اتعلم فده هيشجعك ان انت الخمس دقائق هيبقوا عشر دقائق فهتشتغلي على عشر دقائق بعد كده لما هتلاقي يوم في نص الاسبوع فاضية ما عندكش اي حاجة تديله اكتر من وقتك وهكذا في السحر يا جماعة يعني بجد هيعمل معاك وسحر في حياتك حاجة مهمة برضو كده من الاسرار المهمة جدا او لها سحر كده قوي في تحقيق احلامك ان انت لما يكون عندك هدف حاجة معينة تروح تشوفي مين الانسان اللي ناجح في الهدف ده يعني مسلا انا عايزة اوصل للجسم معين فبيعجبني جسم اه العريضة للازياء الفلانية او الفلانية فروح اعمل لها فولو عمل لها فولو على الانستجرام عمل لها فولو على اليوتيوب عمل لها فولو على الفيسبوك عشان وقت كلنا بيبقى عندنا الناس اللي بتاعت تقول ما عنديش وقت ما عنديش وقت بس عندها وقت تفتحي الفيسبوك واليوتيوب والكلام ده اول ما تفتحي السوشيال ميديا هتلاقيها في وشك فاتفكرك بحلمك تاني يعني اللي موجودة قدامنا على الحيطة بعد كده ما تيجي اه تفتحي السوشيال ميديا لان السوشيال ميديا محاوطانة تقريبا تمانية في المية من الوقتنا فتلاقي برضو حلمك قدامك في العارضة دي او في الموديل اللي انت شايفاها دي اللي هو عايز اتعلم لغة جديدة فراح اعمل فولو صفحة بتتكلم باللغة اللي انا عايزة اتعلمها فتلاقيك وانت بتفري كده بتعملي كده في الانستجرام عينيك لقطت فتعلنتي كلمة من اللغة. اه عايزة اه انجح وبقى شطرة وبقى بزنس وومن قد الدنيا. فراح اعمل فولو لناس ناجحة في البزنس. اه بيعوض ينزلوا بيعوض ينزلوا نصايح بيعوض ينزلوا بوستات كده ازاي تحقق. يعني بيتدو كده زي كده ازاي هما ناجحوا. فده بالنسبة لك يحققك. فلازم ان انت تجد المنتور او بتاعك حد ناجح في الحاجة اللي انت نفسك توصل لها. فبكده هتلاقي ان انت احلامك واهدافك يعني موجودة ومعاكي طول اليوم حواليك كده. تبص هنا تلاقي حلم. انت بص هنا تلاقي الحلم التاني اللي انت مسكت حالك. تبصتش هنا. فهتلاقي احلامك كده مشي وراكي بتجري وراكي. تمام? فمش بس عقلك بيقحل جسمك ليها. لا ده عندك تمام? بييجي كده وراكي يقولك احترمي نفسك بالطريق اكل. عندك تلات دقيقة عودي يذكر اللغة جديدة. اه افتحي مثلا يوتيوب اه ازاي تعملي كويس. ده شغلك او البزنس بتاعك. وهكذا. فلازم تجدي لازم السوشال ميديا بتاعتك تعمل لها. لازم تفلتري السوشال ميديا. يعني ما بقاش مصلا مهتمية بالنجاح والبيزنس واروح كل اللي انا عملالهم فوله على الانسجرام بميكاب ارتست وفاشنستات. لا اروح اشوف مين الناس النجحة في الماركتنج في البزنس واعملهم فولو. عشان يدوني وحس ان هم واكتر هتلاقي الناس النجحة كانت قصة حياتهم صعبة كانوا بدقوا من الصفر. ما كانش عندهم اي حاجة بدقوا من الصفر لغاية ما وصلوا اه كمة الصاروخ فوق يعني. فده يديكي كده احساس اه انا ممكن احقق احلامي انا كل حاجة ده فلان ان انا متبعاية احققها. هو احسن مني في حاجة عنده مسلا اعضاء مش عندي يعني كلنا عندنا اتنين ايد واتنين الرجلين وعنين والكلام ده كله. فانتي لازم تستخدمي كل ده تمام? مع ان انتي تستخدمي الناس اللي ناجحة دولي من الناس دي. فخلينا كده نعمل سجميع كده يا جماعة. اول حاجة لازم اه نكتب اهدفنا على ورقة وقلم نازم نعرف احنا عندنا هدف ولا اتنين حلم ولا اتنين ولا تلاتة والاربعة. تاني حاجة لازم نقسم ايه? الاحلام بتاعتنا دي لازم نحطها في فئة. اه فئة الجمال فئة اللياقة فئة الفموز فئة الشهرة. انتم ميفسيكو في ايه? لازم تقسموها تبقى متصنفة. تالت حاجة لازم اه ابتدي اعمل لكل حلم اه اه اقسمه لاجزاء صغيرة كل يوم اطمى. كده. النهاردة اه لو انا مسلا عايزة بعد عند سنين اربعين ابقى لسه محافظة على جمالي ورشقتي. لازم اعمل لوتين صباحي واعمل لوتين مسائي للعناية ببشرتي بجلدي اه بشعري اه بكل حاجة حتى بنظري حافظ على كل حاجة يعني ربنا خلقها لي. اه عايزة اكسب فلوس. اعمل ايه عشان اكسب فلوس? اول حاجة لازم اوفر. لازم ابطل اصرف. لازم ابطل شوبج. لازم ابطل اه اصرف فلوسي في حاجات مانهاش اي لازمة. لازم ابطل اعمل فولو للناس اللي بتعود تشتري لبس وميكوب والكلام ده عشان احوش. والفلوس اللي حوشها ابدأ استثمرها. واعمل بيها بزنس. والبزنس ده يجيب لي فلوس. فانا دايما كده عندي مثال في دماغي ان دايما عشان يعني اخسارة الوزن والفلوس دول بحسن كده ان هم اه قريبين من بعض. يعني انا عشان اخسر وزن لازم يكون الان اه اقل بكتير من القوت. يعني لازم يعني اتحرك كتير. والكالوري بتاعتي اللي بتخرج من الجسم. اكتر بكتير من اللي بدخل الجسم. نفس النظام في الفلوس. الفلوس آآ لازم اتدخر في الاول كتير جدا واقل الحجم مصرفاتي. فيبقى آآ الان اكتر بكتير من القوت. والان الفلوس اللي بتجيلي دي احوشها. تمام? واستثمرها عشان يجيلي اكتر. فاتحسن ان كده الفلوس واختارة الوزن كده فيهم علاقة شبه بعض. آآ النجاح الفلوس. الكلام ده كله. آآ لازم ابتدي اشتغل عليه خطوة بخطوة. رابع حاجة تكلمنا عنها اللي احنا لازم نعمل فولو للناس النجحة في اي مجال انا حباية. يعني لو انا بحب اشتري وبيع في التجارة فاروح اعمل فولو للناس اللي بتشتغل في الماركتينج عشان اتعلم منهم النصائح. اخذ منهم النصائح. آآ عايزة بقى شبه المودل الفلانية او الناس اللي هي بتبقى وسطها قد كده ومش عارف ايه قد كده. فاروح اعمل لهم فولو عشان كل ما افتح السوشيال ميديا اشوفهم قدامي فيشجعوني ان انا التزم بالضييت بتاعي واللايف ستايل بتاعي. فخامس حاجة لازم يكون عندنا ان احنا اول ما بنفتح حيولنا بنشوف الدنيا كده قدامنا لازم نشوف بتاعتنا كده. ولازم تحس بالشعلة جواك وكده اللي هو عايزة احقق احلامي. فانتي لو فعلا عندك احساس الشعلة النور جواك كده لأ انا نفسي حقق الحلم دا قوي. اتبع الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي مهمة جدا. هتفرق معاك جدا دي يعني بوص يا جماعة دي خلاصت كده لكم سنة. آآ انا كنت بشتغل آآ بهم على نفسي. وفعلا فرقوا معايا جدا جدا جدا. آآ استخدموه. استغلوه. آآ سادس حاجة عايزة اتكلم عنها بس مش هفتح عنها كتير جدا في الحلقة دي حاجة اسمها قوة الجذب. ان انت لما تكوني عايزة حاجة تقدر تجزيبيها بتقطق. تمام? دي انا اشتغلت عليها كتير جدا والحمد لله يعني نجحت معايا جدا من احد الحاجات اللي لانا يعني جذبتها ليا كان نفسي فيها جدا وجذبتها فيها ان انا كان نفسي اتجوز حدي من جنسية آآ اجنبية وفعلا الحمد لله انا متزوجة من آآ رجل بريطاني الحمد لله بقى الناس انا مع بعض. يعني مش كل الناس بت بتقامل بيه بالسنة بقامل بيه جدا بحس كده من هو فعلا يعني الكون طاقة الكون طاقات. تمام? او زي الناس اللي ساعدت تقول لك خلي عندك بوستف فيبس طول ما انت بتفكري في البوستف فيبس هتلاقيها البوستف جاتلك. فلازم تستبديلي النجاتف انرجي النجاتف فيبس اللي عندك دي وبوستف فيبس وطول ما انت بتفكري في الحاجة البوستف هتلاقيها بدأت نتائج البوستف دي بدأت بتحس فيها عليك لان آآ المانيفستيشن الانرجي البرمقت العقلي دي كلها بحس ان هي كده مع بعض آآ بيعملي غالة كده حواليك الهالة دي بتجذب كل حاجة حلوة انت نفسك فيها. بس مش معنى ان انت قاعدة وكسلانة وبتتفرجي على التلفزيون وقاعدة بتاكل بوبكورن وتشوفي الناس من نجحة حواليك رايحين جايين. تفتحي على انستجرام وتشوفي الممثلة الفلانية سفرت راحة فرنسا والعاشة بتاعتها في ايطاليا. ولا الموديل العريضة الاسياء بتاخد مرتبها كزا في الشهر. ولا 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 ولا. وانت قاعدة يعني كرز علينا. انا انا وهم اصلا لا يعنيولك اي شيء. الناس دي. انت لازم تبدأي تشتغل على نفسك. وقلنا نبتدي بخطوة بخطوة. ما نستعجلش. عشان نفضل ملتزمين. عشان ما نحسش بالملل. عشان لو حصلنا بالملل. الملل هيقتي للكميتمنت. فاحنا عايزين نحافظ على الكميتمنت بتاعنا. فالبالانسي لايف يا جماعة مهمة لازم يكون عندك بالانس في حياتك. حياتك لازم تكون متوازنة. آآ عندك اربع خمس اهداف لازم تقسميهم. وحتى احلامك واهدافك ان انت مقسميهم لفئات لازم تحط لها لازم تعرف مين اولى من مين. مين اهم من مين. عشان آآ تقسمي الوقت ما بينهم على حسب الافضلية بالنسبالك. عندك هدف اهم من هدف. تمام? يعني انا دلوقتي محتاجة فلوس اكتر فلوس كتير جدا اكتر مما اكتر وزن. فالوزن مثلا احط له هدف تمنت شهور. تجيب اكثر فلوس في القريب العاجل وهكذا. لازم برضو تكون خطتي مقنعة. يعني ما حطش اه انا هفقد خمسة وعشرين كيلو في تلت شهور. لا انت كده بتكديمي على نفسك. يعني انت كده ولا هيبقى عندك التزام. والملل كده هيجي عليك بسرعة جدا. وتقولي لا انا مش هاكم الوطبة واحدة في اليوم عشان اخس انا هتحدى نفسي واخس اكتر فلازم تكون احلامك واهدافك عقلانية على قصص علمية او على قصص يعقلها العقل. يعني ايه? مسلا اروح ادرس. هو الطبيعي اخسر كم كيلو في الاسبوع? الطبيعي بيقول ان انت تخسري اقل من نص كيلو في الاسبوع. ما اقولش لا انا عايزة في الاسبوع اخسر سبعة كيلو. مش لوجك. تمام? فلازم تكون اهدافك عقلانية عقلك يعقلها عشان يقدر ينفذها. تمام? لازم يكون عندك تكوني مقسمة اهدافك عارفة ان ده اهم من ده. فقدي الاولوية والوقت الاكتر للحلم ده اكتر من الحلم ده. طبعا هيبقى كده في شوية في حقتنا ومتابعة حاجات ده طبيعي جدا. فانا عشان احقق هدفي دلوقتي ابقى كنا متخيلة في عقلي بعد آآ الخطة اللي انا حطاها بعد عايزة حقق الهدف ده بعد ست شهور. تمام? اتخيل نفسي بعد ست شهور وبرمج عقلي. انا بعد ست شهور هبقى بالشكل ده. المفروض ان اول ما فتح هيني ابتدي اشتغل للحلم ده من دلوقتي. تخيلت? حطيت الامتش? تخيلتها بعقلي? لازم ابتدي عشان ابتدي احقق الهدف ده لازم ابتدي من دلوقتي. في الثانية دي. في الساعة دي. في اليوم ده. في اول اسبوع يقابلني. ما استنياش لبداية السنة الجديدة عشان ابدأ احط. فيش حاجة اسمها استنى لراس السنة عشان ابدأ احط احلامي واحسافي. الاهداف والاحلام ما بتتحققش وما بتستنياش مناسبة. هديكم مساء عن هدف او حلم مسلا انا كنت باحلم بي. احد احلامي ان انا كون يوجا تيتشر. اه بدأت الرياضة في سنة كبير جدا في سنة الخمسة اه فوق تمانية وعشرين سنة سوري. اه ما عنديش اي اكسبرينس ما عنديش اي باكجراوند ما عنديش اي هستوري برياضة من قبل كده خالص ما كانش عندي ولا ولا كان عندي. حطيت هدف ان كان عايزة اروح الهند مسلا واخد كورس في الهند. فعشان احقق الهدف ده اولا كان محتاجة فلوس. فبدأت اشتغل احوش اكتر مما اصرف. بصرف بس في في الحاجات الاساسية الضرورية لحقيقي اكل وشرب وفواتير الكلام ده كله. كنت بختصر حتى بختصر حتى في فواتير الانترنت الكهرباء. كنت بقى في النور قبل ما ممشي. بجيب باكل جوة. اه يعني في البيت عندي ما باكلش بره. باشت الكوحي في البيت بدل ما راح الشربها بره. واصل فلوس كتير فكنت بقى عندي خطتي ان انا احوش فلوس عشان اقدر اسافر الهند. فبدأت اشتغل احوش 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 اركز في الحلم التايح حتى قدام عيني. ومش بس كده انا كنت ببدأ امارس اليوجا في البيت. انه وبصحة الصبح افتح اه اليوتيوب. اعمل نص ساعة يوجه عشان ما استناش نما اروح الكورس وابقى الفلكسابلتي ما عنديش فلكسابلتي وما عنديش اي سترينز. فبدأت اشتغل على نفسي فيزيكال وفينانشال. شاءت الظروف اتقبلت مع زوجي ادي. اتعرفنا على بعض وعجبنا ببعض. انا قلت له انا خطتي ان انا اروح الهند عشان اخد كورس يوجه. هو كان خطته انه هو 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 عاشق للضيفين فهو بيحب يروح للاماكن اللي فيها فقالي اه طب ايه رائك اه انت تعمل البشن بتاعك بعد ما اتجوزنا انت تعمل البشن بتاعك وانا اعمل البشن بتاعي فاتعالي روح بالي بالي فيها اه يوجا كتير جدا وفيها حلوة جدا. وكان فعلا ده اللي حصل جيت كان السنانس بتاعي كان عالي جدا. الفلكسابلتي كانت عالية جدا. اه لما قدمت في مدرسة اليوجا كنت في اللي هو الباورفل وكان الناس يعني عايزة اقول لكم ما كانوش محتاجين انهم ما ياخدوا الترينينج اصلا ما شاء الله كانت الفلكسابلتي بتاعيتهم عالية جدا لان كان كلهم اجانب متعارفين اجانب بيهتمهم بالرياضة من سن صغير بيبقى الاطفال بيبقوا يعني بيبقى جمنيستيك اصلا. اه بيعرفوا يعملوا كل الحركات البهلوانية. اما دخلت مدرسة اليوجا تحطيت في الجروب اللي هو اه فكان ده اكتر ليه ان انا كلهم بيعرفوا مسلا يعملوا شاتران جدا دا سنة ايه دا لأ انا لازم كمان اعملها ازا هما مش احسن مني. والمهم اتخرجت من مدرسة اليوجا واخدت الشهادة وبقيت اه بعد ما خلصت كنت عملتي للمدرسة اللي انا كنت فيها شوية سوشيال ميديا وورك فادوني منحة التلتمية ساعة اه ابقى مدرسة يوجا هبقى خمسمية ساعة كده يعني متين وتلتمية فابقى خمسمية ساعة فابقى فادوني المنحة دي فور فري يا دوك بس بدفع تمن الشهادة عشان بيجبوها لي من برا من اه من ارجانيزيشن مشهورة جدا اسماها يوجا اليونز وحاليا دلوقتي انا شغالة لسه على القرس بتاعي اه انا الميديولز بتاعتي عبارة عن ستة وستين ميديول الميديول كبير جدا بس انا حتى مع نفسي كل يوم اخلص ميديول فعلا انا ملتزمة بالخطة بتاعتي وعايز اقول لكم قدقين ان انا ملتزمة ان اه يعني انا كان هدفي ايه لما جيت هنا كان هدفي كان حاجة واحدة وكان في في بتاعتي ان اه ابقى تمام اه وكان اكسر حاجة بالنسبة لي عبقى كفاية بس ما كانش يخيل لي في دماغي ان انا هبقى خمسمية ساعة كمان اه جات الفرصة اه فطبعا استغلتها اه اي نعم وقت تزحم وبعمل كزا حاجة في اليوم بس انا مبسوطة لان بحقق هدف كبير بالنسبة لي اه اه وانا شغالة اونلاين اه بذاكر اونلاين اه لقيت فيه كورس عن الاريا اليوجا اه اللي هو اليوجا بس بتبقى على الحبل اللي سوينج اه رفت حضرت كامل كلاس عجبتني الاريا اليوجا جدا انجا معها بحس كلا ان انا عصفورة طيرة فحضرت كورس خمسين ساعة اه ودلوقتي بقيت يعني بقيت اللي تليم مع بعض مع ان الخمسين ساعة دول اه خمسين ساعة دول سبعة ايام او ستة ايام صراحة كانوا مركزين جدا كونسنتريتد جدا كنا كل يوم من الساعة اه ستة ونص لغاية خمسة في المدرسة او في الستوديو شغلين يعني اه على السوينج ما ملبطلش حركة 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 فكنت اوصل البيت على خمسة ستة كده طبعا ما عنديش اي طاقة ان انا اعمل اه اي حاجة بس كنت ملتزمة بالميديول اليوم اخلص باليوم كنت بقى اعمل عشان يبقى بس الميديول ده طبعا فيه جزء ساعة كده كنت بقى اعمل اسكبل ده لان انا خلصت اليوجب بتاعتي على مدار اليوم اه فوق الستة ساعات بس كنت بذاكر ان جزء النظري كنت بعمل الانتحانات بتاعة كل ميديول كنت بعمل كل حاجة لكل ميديول معا ده الجزء البيت لان انا اعملت اكتر من ما هو فون اعمله في في الميديول ذات نفسه فده مثال على حتى لو انا سوبر مشغولة انا ملتزمة قلت ميديول يعني ميديول خلاص يعني كنت جاية وعلى حقق حلم واحد ان هو 200 ساعة يوجا تيتشر انا بقيت دلوقتي 500 ساعة يوجا تيتشر وحط عليهم الكلمة شانتيه ان انا بقيت سرتفايد اريال يوجا تيتشر كمان ودلوقتي بدي كورصات ليب اونلاين يوجا للحب يتدرب معايا يبعاتي على الايميل ونتواصل مع بعض وطبعا لو انتم تبعيني هتعرفوا ان انا خسيت 20 كيلو احطوا لكلينك الفيديو ازاي خسيت 20 كيلو ولو حابين تعرفوا اكتر عن اليوجا وكورس اليوجا اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم ولو حابين اعملكوا فيديو عن اليوجا ومدرسة اليوجا والكلام ده برضو اكتبوا لي في الكومنتات وانا لو لقيت مثلا في تعليقات كثير عايزين مهتمين ان هما يعرفوا عن كورس اليوجا الاسعار وزي عملت كل التفاصيل في اليوجا اكتبوا لي في الكومنتات ولو حابين تشوفوا صوري وانا بعمل يوجا حابين اه تشوفوا بتاعي في الترافل لان انا اصليه ترافلر براف كل مكان ورا فقعد في شوية ولو حابين تعرفوا عني وعن قصة استقلالي بنفسي في سن العشرينات اتفرجوا على الفيديو ده اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم واتمنى ان انتم تعملوا لي سبسكرايب للقناة بتاعتي ولو فعلا الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم وشايفين ان هو ممكن يفيد يفيد اصحابكم شايروا الفيديو ما بينكم ما بين اصحابكم واي حد تحس ان هو هيفيدوا هيفيدوا الفيديو ده ولو حابين تعرفوا عن الستايل بتاعي والاريا اليوجا واليوجا والكلام ده اعملوا فولو لي على الانستجرام اشوفكم في حلقة جديدة باي باي اشتركوا في القناة